موسيقى الشعب يريد أستاذ النطار لليوم الرابع احتجاجات في مدن الغرب الليبي اعتراضا على تردي الأحوال المعيشية والفساد المرتزقة والميليشيات يستهدفون المتظاهرين بالرصاص والسراج يتحدث عن مندسين الأمم المتحدة لا بد من الحوار موسيقى قمة أردنية مصرية عراقية في عمان الاقتصاد والتحديات الأقليمية أهم المحاور رفض للتدخلات في شون المنطقة وتأكيد على عروبة بغداد التنسيق الأمني ضرورة مع عودة داعش وإيران قلق من العزلة مؤتمر الجمهوريين استعراض لإنجازات ترامب ثقة في الفوز ومطالبة بترشيحه لفترة ثالثة الرئيس الأمريكي الانتخابات هي الأهم في تاريخنا وبايدن يميل إلى اليسار الراديكالي أبرز الاتهامات للمرشح المنافس موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طبعا مساءكم بكل خير أهلا بكم إلى حلقة جديدة فيهن الرياضة موسيقى لليوم الرابع على التوالي تواصلت المظاهرات المنددة بالحالة المعيشية الضعيفة في الغرب الليبي وتواجه حكومة الوفاق تحديا صارخا وجديدا من نوعه فلأول مرة تواجه حكومة السراج الذي وضعها اتفاق صخيرات كمتحكمة بالأمر في طرابلس المطالبات بإسقاطها شعبيا ومن عقر دارها هذا ونددت بعثة الأمم المتحدة بالعنف المستخدم ضد المحتجين وطالبت الوفاق بإجراء تحقيق فوري في مقتل أحد المحتجين واعتقال عدد منهم فإذا السراج عزى إطلاق النار على المتظاهرين إلى عناصر مندسة يجري التحقيق لمعرفتهم فهل نحن أمام غضب طرابلسي وإلى متى ومن هم هؤلاء العناصر المندسة؟ ما مصير الهدنة المعلنة؟ الشعب يريد إصلاة النيدار عن ليبيا اشتعلت ليال غربها من الزاوية إلى طرابلس ثلاثة أيام من الاحتجاجات المنددة بالأحوال المعيشية وعدم توفر أسباب الحياة من كهرباء ومياه وسيولة وسط نقمة على حكومة الوفاق التي فتحت خزائن البلاد للنهب بتدخلات مشبوهة ومرتزقة بالآلاف فاض الكيل فخرج الليبيون واحتشد آلاف المتظاهرين الذين غلبت عليهم همة الشباب أمام مقر حكومة الوفاق في طرابلس منددين بالفساد المتغلغل في مفاصلها ومطالبين بخيرات بلادهم التي توزعت بين الميليشيات على اختلاف مسمياتها والتي سيطرت على طرابلس بقوة السلاح وما فاقم الأمور هو مشاركة المرتزقة للميليشيات في اقتسام قوت الليبيين تحديات جمة تواجهها الوفاق في ظل هذا الانفجار الشعبي وهتاف المحتجين من عقر الدار في طرابلس وبأعلى صوت الشعب يريد إسقاط النظام هتافات تحركت معها الميليشيات سريعا للقمع والترويع وإعلاء صوت السلاح حيث ظهرت عناصر ترتدي زيا عسكريا على مقربة من المسيرة الحاشدة وبدأت في إطلاق الرصاص الحي على المشاركين فقتل مدني وجرح آخرون وتم اعتقال متظاهرين عناصر مندسة العبارة الجاهزة التي استخدمها رئيس الوفاق فايز السراج لتبرير العنف وإطلاق الرصاص على المحتجين مجموعات اندسة بين هؤلاء المتظاهرين بعض منهم كانوا مسلحين وحالة تخريب واضرار بالممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لن نقبله والأطراف المندسة تهمة تلاحق الوفاق قبل غيرها ففي حال صحتها فالأمر خارج عن سيطرة حكومة السراج والميليشيات وجهت أسلحتها إلى الشعب الليبي وكذلك مرتزقة أردغان غيروا الوجهة من قتال الجيش الوطني إلى قتل الليبيين إلا أنه بالرغم من كل ما يواجه الليبيون من مخاطر خرجوا إلى ساحة الشهداء في اليوم الرابع مع تصاعد الغضب الشعبي ورفض الموت البطيء والحسرة على مقدرات بلد غني بموارده ليس لشعبه فيها نصيب أهلا بكم للنقاش في هذا الملف أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والبحث السياسي الأستاذ سلمان الشريدة ومن القاهرة المستشار في مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد مجاهد الزيات من باريس أرحب بالكاتب والبحث السياسي الليبي سيد كامل المرعاش ومعه أبدأ سيد كامل المرعاش ماذا يجري الآن في طرابلس وما تأثيره على حكومة الوفاق وعلى الهدنة المعلنة حقيقة ما يجري في طرابلس من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قتل للمتظاهرين والمحتجين بشكل سلمي وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على مطالبهم الأساسية في حياة كريمة يتوفر فيها المواد الأساسية يتوفر فيها الدواء يتوفر فيها الخبز والماء لا شيء غير ذلك وحكومة السراج بدل أن تقنع هؤلاء وربما تفتح حوار مع تجمع هؤلاء الشباب الذين تجمعوا تحت عنوان همة شباب ليبيا على العكس تماما أرسلت لهم الميليشيات لتقتلهم بالرصاص الحي وادعى الرئيس المجلس الرئاسي بأن هناك مندسين وهي تهمة في الواقع خسيسة من هذا الرجل إذا كان هناك مندسين فهو المسؤول أين وزارة الداخلية أين وزارة داخليته لتقبض على هؤلاء المندسين ولكن نحن نعرف الواقع الواقع يقول غير ذلك أن هناك ميليشيات منفلتة لا يسيطر عليها السراج وهي التي تنكل بحياة الليبيين منذ أذن سيد المنعاش لماذا لسنوات كانت الوفاق لسنوات كانت الوفاق تحكم في طرابلس لماذا الآن خرجت مثل هذه المظاهرات هل هو شيء طارئ وجديد ترد الخدمات أم أن هناك من لا يريد أن تكون أو تستمر هذه الهدنة ربما حسب تحليلات البعض لا حقيقة الناس كانت وهناك ضخ إعلامي قوي هناك قطر وقنواتها أكثر من 15 قناة وكلها كانت تزيف الحقائق وتقول أن سبب معاناة طرابلس هو من هجوم الجيش في أربعة أربعة 2019 كان هجوم الجيش وكان الجيش هو الشماعة التي كان يعلق عليها السراج فشله في تحقيق حد الأدنى من الأساسيات في الحياة الآن انتهى هذا الهجوم الآن شارفنا على يمكن أربعة أشهر من انتهاء هذا الوجود لم تعد هناك حجة للسراج ليهم بها الناس ويقنع بها الناس بأنه يمكنهم أن يتحملوا لأن هناك ظروف حرب وأيضا يعني الفساد المذهل والفساد الغير مسبوق لحاشية السراج والتهامه للملايين يوميا وأيضا وجود المرتزقة السوريين الذين يدفع لهم 2000 دولار في الشهر ما يعادل 15 ألف دينار ليبي حين نعرف أن متوسط دخل الليبي هو 1500 دينار فكيف لهذا المواطن أن يرضى أن يرضخ ويرضى بسوء الأحوال المعيشية هل تعرف عزيزي الكريم أن 17 ساعة من انقطاع الكهرباء في طرابلس في ظروف 40 درجة حرارة الناس يعني يعني فدد من هذه الحالة المأساوية هذه الحالة الكاريتية التي يعيشون فيها وهذا هو سبب دعني أتحول الآن إلى القاهرة نحن الآن نشهد عائلات عائلات بكاملها تركب البحر وتموت في البحر عائلات ليبية ألاف الشباب الليبي أبدأ اسمح لي أن أتحول إلى القاهرة للدكتور محمد الزيات وسأعود لك لاحقا دكتور الزيات يعني الآن هناك أخبار تتحدث عن أن هناك مظاهرات لأنصار السراج خرجوا في تظاهرات مضادة من أجل ضعاف هذا الحراك المناهض للوفاق يعني تعليقك على ما يجري الآن في طرابلس وتأثير المحتمل على الهدنة المعلنة لا سأعادر إذا كان الصوت واضح أم لا نعم صوتك واضح الآن تقديري من الطبيعي أن من الطبيعي أن يعمد السراج والوفاق إلى خروج مظاهرات مضادة بعدما استغلوا المرتزق السوريين وعضاء الميليشيات المختلفة في مواجهة المتظاهرين وكان من الطبيعي أن يحدث ذلك لإيحاء بأنه المتظاهرون من كمية أقلية ومحاصراتهم وتهديدهم لعدم تصعيد النشاط أو التظاهر الذي بدأ يمتد إلى مدن أخرى مثل صبراطة السؤال حول إذا ما كان ذلك يمكن أن يأثر على الهدنة دعنا نشير أولا إلى أن الهدنة كانت قائمة منذ فترة طويلة وما حدث هو إعلان لهذه الهدنة بضغوط أمريكية وضغوط أوروبية لإقرار واقع لكن هناك تباين كامل يعني لا تزيد على أنها خطوة أولى في البحث عن حل السياسي للأزمة لكن الموقف كما هو تباين الأراء يمثد من الأرض من السقف حتى الأرض يعني هناك حديث للوفاق يتحدث عن ضرورة انسحاب الجيش الوطني من سرط ومن الجفرة وضرورة العدم ربط الدخل بترول وعائداته في حساب مغلق ولا بد من الاستفادة منه وهناك موقف للجيش الوطني واضح ضرورة خروج القوات التركية وقوات الميليشيا والمرتزقة قبل البداية الحديث وعدم الخروج من سرط أو الجفرة أو إحلال قوات الوفاق مكانها إلى أن يتم الاتفاق الدولي على الحل السياسي والعسكري للأزمة ما هو موقف مصر؟ ما هو موقف مصر؟ ما زلت في تراوح في مكان الضغوط التي تمت من الولايات المتحدة الأمريكية تتصور أنها يمكن أن تذهب إلى مائدة التفاوض من غير أن تحل الإشكاليات الأساسية في الأزمة والمواقف المتبينة للطرفين والسرارة كان يتحدث عن قوله لأخذ الله المرأينا على المعلنة ما هو موقف مصر هنا؟ ما هو موقف مصر مع الشروط التي أعلنت حتى الآن؟ وعدم الاتفاق على التعريفات من هم المرتزقة ومتى سيخرجون؟ طيب حتى يصل الصوت مجددا أو نصل بصوتنا إلى الدكتور محمد مجاهد زياد سيد سلمان الشريدة موضوع الدعم الأمريكي وراء هذه المبادرة يبدو أن هناك أطراف لا تريد أو هناك مخططات يعني الوفاق مثلا الجيش الوطني أحمد المسماري قال بي أنه فايز السراج يظل للرأي العام والمحلي وأنه في نيتهم أن يدخلوا سيرت لاحقا هل تعتقد أن هذا وارد وأن هذا فقط ذر للرماد في العيون؟ أولا أهلا بك وأهلا بالسيدات والسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام أنا أعتقد أنه أتفق معك تماما فيما ذكرت أنه نوع من التضليل لأن ما نشاهده اليوم من تظاهرات للشعب الليبي خصوصا في طرابلس هو عدم أو هذا يعطي مؤشرات أنه لا وجود لقبول للسراج ولا حكومة الوفاق وبالتالي ما يحدث اليوم من التظاهرات السلمية لماذا تقابل بإطلاق النار مع أن هناك مبادرة بعدم إطلاق النار ووقف إطلاق النار في فترة ماضية وهذا يؤكد على أن هناك ضغوطا طالبت ضغوطا دولية طالبت السراج والوفاق بوقف إطلاق النار هناك الآن أخبار تتحدث عن المخابرات التركية في طرابلس وجهت باختراق الحراك الشعبي وإضعافه بدلا من مواجهته بقوة يبدو أنه موضوع القوة المستخدمة يعني كان هي تعتبر فضيحة للوفاق وأيضا للسراج وبالتالي ونحن نعرف أن المتحكم العسكري والأمني هو تركيا في الفترة الماضية ولذلك كل الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية وأيضا المملكة العربية السعودية تتحدث عن لابد من وجود حل ليبي ليبي بين الفرقاء الليبيين بعيدا عن تدخلات الخارجية سواء تركيا أو غيرها من الدول التي لم تقدم لليبيا إلا المرتزقة الذين يقتلون المتظاهرين السلمين الذين يطالبون بالمعيشة الكريمة لهم وهذا حق لهم يعني حكومة السراج وأيضا الوفاق ماذا قدمت خلال السنوات الماضية فحينما نتحدث عن مهلة أو يطالبون بمهلة هي المهلة التي طالبها الشعب هي باستقالة السراج لا يريدون تقديم أي فرصة كافية أو فرصة أخرى للسراج لأن ما تم تقديمهم في السنوات الماضية يعبر عن فشل واضح لإدارته لشؤون البلاد ما يريده الوصول أو يريده الليبيين الوصول له هو الوصول إلى اتفاق يتم هناك ترشحا لحكومة جديدة بالكلية وبعيد عن التدخلات الخارجية التي تريد نهب خيرات الليبيين اليوم نتحدث عن مليارات تخرج من ليبيا إلى جيوب العديد من الدول الخارجية التي تريد ومنها ضمنها تركيا ولكن يبدو أنه طريق غير واضح لهذا الاتفاق الذي تتحدث عنه لكن انقلب السحر على الساحر إذن مرتزقة أردوغان بعد توقف الدعم المالي تتجه إلى الانفلات والعصيان وسرقة أموال الليبيين نتابع ثم نواصل النقاش مالذي لفنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تأثيراتها؟ الموقف المصري كان واضح منذ البداية فانه حدد خطا احمر يمتد من سيرت الى الجفرة ولا يسمح بتجاوز القوات التركية او المرتزقة القديمة معها او الارهابيين الموجودين الذين تم نقلهم من سوريا الى هناك لهذه المنطقة لانها تهدد بهذا الامن القوم المصري وطرح اعلان القاهرة الذي تبناه المستشار عقيلة فيه ما طرحه من مبادرة وتحدثت المبادرة عن امور كثيرة سياسية مقابلة للتحقيق لكن نقطة الخلافة الرئيسية والتي ادت الى مثل هذه المظاهرات في تقديري هو انه بدأ وقف النزيف الاموال التي كانت تسرق من البنك المركزي بعدما اصر الجيش الوطني وحكومة شرق ليبيا على ان اذا تم استخراج البترول فيكون في حساب مغلب وبالتالي لم يعد هناك متاحا كميات لتغطية النفقات لان الفترة الماضية او الاسابيئة الماضية بالذات تم استنزاف كم كبير من خلال اتفاق مع تركيا مولتها لتمويل شركات ب35 مليار دولار هناك 17 الف ارهابي يحصلون على مرتبات شهرية كل هذا ستتوقف وبالتالي كانت القدرة على تغطية الخدمات بدأت تتراجع بدأت هذه الامور مصر تقف مع الجيش الوطني وتقف رافضة لاي تمد التركي او لوجود تركي دعنا في ظل هذا وقف اطلاق النار ترى شيئا غريبا ان تذهب تركيا وقطر لقيم غرفة عمليات ما الذي تملكه قطر من خبرات عسكرية نادرة حتى تقيم غرفة عمليات هي ذهبة لتمويل غرفة العمليات التركية بعدما شحت الاموال في البنك المركز الليبي طيب سيد كامل المرعاش موضوع الآن الالتزام بهذه الهدنة المعلنة سواء من الوفاق من السراج او من عقيلة صالح يعني ما هي بنودها متى سيصار الى مثلا انتخابات وكيف وما هو موقع سرط من كل هذا وايضا الجيش الوطني يعني ما مستقبله يعني حقيقة البيانين الذين أكدوا على وقف فوري لإطلاق النار وعدة خطوات أخرى وتفاهمات أخرى تفضي إلى استئناف العملية السياسية كلها خطوات مرحبة بها ولكن المشكلة أن السيد السراج كما خذلنا خلال ست محطات لإرساء السلام في ليبيا لم يتحقق منها شيء وكان واقعا بالفعل تحت ضغط الميليشيات الآن انتقل الحال وأصبح واقع بالفعل تحت السيطرة التركية أو الهيمنة التركية وبالتالي حتى وقف إطلاق النار هو صناعة في الواقع أمريكية وأمريكا الآن لا تريد تصعيد في ليبيا لا تريد حرب في ليبيا بين مصر وبين تركيا وتركيا تربط دائما تربط الملف الليبي بنزاعها في شرق المتوسط وبالتالي التقت هذه الرغبة الأمريكية مع رغبة أيضا أوروبية في التهديئة في شرق المتوسط على حساب الأزمة الليبية أنا أعتقد أنه هذين البيانين ربما هناك حسنية من جانب رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ولكن بالتأكيد ليس هناك حسنية من جانب السراج لأنه في خطابه ليلة البارحة تراجع عن كل ما قاله في البيان وبدأ يتحدث عن إقصاء قيادة الجيش الوطني الليبي كيف يمكن أن تقصي قيادة الجيش وأنت سوف تعقد معها اجتماعات لتحديد المناطق من زوعة السلاح كيفية التعامل مع السلاح المنفلت لجنة خمسة هذه التناقضات وهذا هو نكوص نكوص عن البيانة الذي وقعه ماذا عن الدعم الأمريكي هل ينجح هذه الهدنة والاتفاقات هناك من قال بأنه يجب أن يذهب السراج ويجب أن يذهب حفتر وهناك أسماء طرحت بالفعل للرئاسة الليبية مستقبلا طبعا الحديث والرهان ليس فقط على السراج ولا على حفتر الرهان ليس على أشخاص ولكن على مستقبل ليبيا على استقرار ليبيا على حصول الشعب الليبي بكامل حقوقه يعني نحن تنقطع يعني يوما كامل أو نصف يوم الكهرباء في ليبيا وهي بلد غنية بالبترول والمعادن وثم تأتي دولة خارجية مثل تركيا وتبحث عن موطئ قدم لتنهب ثروات تركيا هذا أمر مؤلم جدا أيضا أضيف إلى ذلك إلى وجود يعني حينما تظهر قطر في تركيا وكأنها دولة تريد أن تدعم ليبيا كيف لك أن تدعم ليبيا أو تتشاركي مع تركيا وأن تستعيني بتركيا في حماية الدوحة أمر مضحك جدا هل تستطيع واشنطن أن تفرض هذه الهدنة؟ أنا أعتقد فرض الهدنة لابد بقوة دولية ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصلحة في فرض هذه الهدنة؟ إذا كان هناك بالفعل مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية فبالفعل تفرضه خصوصا ما تحدث به ضيفك من باريس أنه بالفعل هناك أمر متعلق في التهديئة في ليبيا سواء مع جاريتها في مصر أو حتى في نزاعات تركيا أو صراعات تركيا وبحثها عن موطئ قدم في البحر المتوسط طيب أريد تعليقا مختصرا منك دكتور مجاهد زيات وأيضا من سيد كامل المرعاش ماذا عن الدور الأمريكي؟ هل يستطيع فرض الأمور على الأرض؟ وهناك ربما استبعاد مستقبلي لأسماء على الساحة باختصار لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في قدرتها أن تفرض حلا في ليبيا فهي كانت لا تأخذ موقف منحاز إلى الوفاق لفترة طويلة وعندما أدركت أن الوفاق ليس في قدرته تغيير موازين القوة على الأرض وأدركت أن تمكينها لتركيا لن يساعد على ذلك بدأت تغير موقفها وتتعامل مع حفطر وزهر وبالتالي فأعتقد أنها لن تغير بالأوضاع ولن تتحرك الأزمة طالما بقيت القوة التركية يعني الزهاب طبقا لمخرجات مؤتمر برلين وابتماع لجنة عسكرية من يجتمع مع من؟ مع أن هناك تركيا وقاطر موجودة الدور الأمريكي لأي مدى قد يكون مفيدا في الأزمة أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي هو المهندس هذه التهدئة وهي تهدئة موقعة لأنها لم تمس جوهر الصراع في ليبيا وإنما التهدئة حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم أنا أتوقع أن تجمد الأزمة الليبية وتبقى حالة لا سلم ولا حرب إلى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم شكرا يكون الأيدارة الأمريكية كسبت رهان سياسي مهم يستطيع ترامب أن يوظفه في حملة الانتخابية وأيضا التهدئة بين مصر وتركيا أشكرك من باريس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ كامل المرعاش احتضنت العاصمة الأردنية عمان أعمال القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية القمة تبحث قضايا بينية اقتصادية سياسية كما تبحث أليات التعاون المشترك في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحدث في وقت سابق عن مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي قائلا أنه سيطرح فكرة المشروع خلال هذه القمة الثلاثية فما هو المنتظر من القمة واجتماعاتها كيف يمكن مواجهة التحديات والتدخلات في دول المنطقة ومع تقارير تفيد عن نشاط أكثر من عشرة ألاف من مقاتل داعش في العراق وسوريا بعد عامين من دحر التنظيم وتوجههم الآن إلى ليبيا كيف يسمي التنسيق الثلاثي في التصدي لنشاطات داعش ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم مجددا نواصل مع الكاتب والبحث السياسي الأستاذ سلمان الشريدة ضيفنا هنا في الاستوديو وواصل مع المستشار في مركز الفكرة للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد مجاهد زيات من القاهرة دكتور زيات هذه النسخة الثالثة من هذه القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ماذا تنتظرون من نتائج هذه القمة ما أبرز ما يمكن طرحه يعني هو هذه القمة تنعقد في ظل ظروف فرضتها انعقادها يعني هي المرة السلسلة التي تنعقد فيها تنعقد بعد أن أعلن رئيس وزراء العراق أن لديه مشروعا جديدا سيعرضه على القمة وهو منطقة أو بلاد الشام الجديد البانات المشتركة التي صادرت لم تشر إلى هذا المشروع وربما كان مجرد طرحه للنقاش ما بين الرئيسين أو الرئيس فتاح السيسيو وملك الأردن وربما يكون المشروع قيد الدراسة من المختصين وربما يعلن بعد ذلك بعد فترة ما المقصود به وكيف تكون ألياته لكن القمة في حد ذاتها تنعقد لتحقق هدفين أولا لقاءات سنائية ما بين كل رئيس دولتين يعني بين الرئيس السيسيو ورئيس الوزراء العراقي على حدة وبين الرئيس السيسيو وملك الأردن على حدة ثم اللقاء السلاسي فيما تعلق باللقاءات السنائية فهناك ملفات كانت مطروحة وتحتاج إلى متابعة لكن الأهمية في اللقاء السلاسي ما بين السلاس رؤساء أو سلاس قمم القمة السلاسية هذه القمة أعتقد تضع مرحلة متقدمة لإطار تعاون سلاسي فيما تعلق أولا بملفات اجتئمان مشترك مكافحة الإرهاب ليس فقط داعش الموجود يمارس الإرهاب وانتعش في العراق وسوريا لكن هناك تنظيم القاعدة ما زالت هناك أكثر من 30 إلى 40 ألف تابعين للقاعدة موجودين في إدلب وفي شمال سوريا وهناك ميليشيات شيعية تمارس الإرهاب داخل سوريا وداخل العراق لكن القيمة الأساسية لهذه القمة أنها توجه من العراق للانخراط في المستوى العربي أو في الفضاء العربي بعد التقارب الذي حالس بين العراق بعد وصول الكزم والمملكة العربية السعودية ولكن لا أتصور أن يبدو أن يتحول هذه القمة إلى حلف ينفصل لأن هناك ارتباطات أخرى لدول داخل هذا التحالف مثل مصر مع التحالف الرباعي الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لكن ربما يكون هناك هامش مشترك ما بين هذه القمة أو بعضها الصيغة والصيغة الأخرى طيب أهمية مثل هذه التحالفات سيد سلمان يعني لدينا التحالف الرباعي الآن قمة ثلاثية ونفس الموضوعات ربما تندرج على جدول الأعمال موضوع التدخلات الخارجية أصبحت العراق الآن تشتكي من التدخل الإيراني التركي مصر أيضا لديها مشكلة مع التواجد التركي في شرق المتوسط وفي ليبيا بالتالي القواسم أصبحت مشتركة بشكل أكبر بكل تأكيد طبعا في السابق يعني كان في سنوات السابقة كان هناك تحسس النوع من أي قمة تكون خارج جامعة الدول العربية من بعض الدول ولكن اليوم أعتقد مع التحديات ومتغيرات المنطقة أعتقد أن هذه التحالفات وهذه الاجتماعات وهذه القمم يعني مهمة جدا وتخطو خطوات إيجابية بل أنها ضرورة يعني تجعل هذه الدول يجب أن تكون على مستوى تقاربي أكثر من التقارب بين جامعة الدول العربية بشكل مباشر أكثر وتقاربا أكثر بين الدول ونعتقد يعني اليوم حينما نتحدث عن العراق وعن الأردن وعن مصر هذا التقارب مهم جدا أولا للموقع الجغرافي المهم أيضا إلى ضرورة التقارب العراقي مع مصر والأردن خصوصا أن الأردن لم تتأثر كثيرا في النواحي الأمنية خلال المتغيرات في المنطقة وربما يكون هناك تحالف أقوى وقربا أكثر للعراق مع جيرانها الدول العربية وهذه الخطوات المهمة الآن العراق يعني بحاجة إلى دعم في موضوع التدخلات الخارجية وموضوع محاربة الجماعات المسلحة هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوسراء العراقي للسعودية أيضا مثل هذا التنسيق مع دول الجوار كيف يمكن أن يصب في مصلحة العراق ويخدم الخطوات التي شهدناها للكاظمي خلال الفترة الماضية خطوات إيجابية وهذا يعني يعطي مؤشرات بالفعل أنه ليس فقط تصريحات أو شعارات من الكاظمي بالتقارب العربي بل أن هناك تحركا فعليا واستراتيجيا وإدراكه لأهمية هذا التقارب العربي وأن العراق أرضا عربيا بكل تأكيد ويجب أن لا يخرج عن محوره العربي أما فيما يتعلق عن تصريحه أن يكون هناك توازنا في علاقاته مع جيرانه ويقصد في ذلك أنه توازنا حتى مع إيران ليس هناك مانعا في العلاقات مع إيران ولكن ليس فيما يتعلق في تدخلات إيران في القرار العراقي وهذا يعني يجب أن يكون هناك للعراق سيادة كاملة لأنها أرض عربية لا بد أن تتمتع بسيادتها الكاملة وأن يتحكم العراقيين أنفسهم بقرارهم العربي ولا يخرجوا أيضا تحت منظومة الأمن القومي العربي ولا تستخدم العراق أرضا لتهديد المنطقة العربية طيب دكتور زياد موضوع الآن الأمن العربي المشترك ربما مثل هذه التحالفات تسهم في مواجهة التدخلات الخارجية سواء لإيران سواء لتركيا تسهم في دعم الدول بعضها للبعض الآخر لتركيا تسهم في دعم وسبق أن أوضحنا في هذا البرنامج من قبل أن تحرك عربي شامل لمواجهة التدخلات الخارجية أمر شبه مستحيل لتباين المواقف من الدول الإقليمية التي تهدد الأمن القوم العربي وبالتالي كان من الضرورة البحث عن صيغ أخرى لمواجهة هذه التدخلات فصيغة التحالف العربي وهذه الصيغة السلاسية ربما تتفق على من هي الأطراف المعادية والتي تهدد الأمن القوم العربي التحركات التي يقوم بها السيد الكاظمي في التقارب أو التفاهم مملكة العربية السوداء سابقا ثم هذا الاجتماع الآن المحاولة للخروج من تحت الهيمنة الإيرانية وقد اتخذ عددا من الإجراءات في داخل العراق على هذا الأساس فيما تعلق باتجاهه لسحب سلاح الميليشيات وضبط الأمور هناك وضبط الحدود كمان والمعابر التي كانت مفتوحة كل هذه إجراءات ولعلك تلاحظ أنه بعد زيارته لكل من السعودية والولايات المتحدة والتعاون الاستراتيجي مع هذه الدول والقمة بدأ الحديث في إيران عن ضرورة توقيع شراكة استراتيجية معها في محاولة لإعادته مرة أخرى ثم هناك تدخل التركي في شمال العراق والذي لم تتمكن أي دولة لا الجامعة العربية سوى بإصدار بيان من مواجهته ربما يكون هناك تحالف على هذا الشكل ربما يكون هناك ضغطا من خلال هذه التحالفات سوى في المنظمات الدولية أو بصورة عملية في مواجهة هذه التدخلات ويعود العراق عربية مرة أخرى وغير مسموح بالاختراقات التي تتم هنا اتفاق ما بين هذه الأطراف جميعا على من هو العدو وعلى من هو الذي يهدد الأمن القوم العربي عكس ما يحدث فهناك تباينات البعض يرى إيران عدوا كما نراها والبعض الآخر يراها حليف وفيما يتعلق بتركيا التباين أيضا واضح وربما كانت هذه الصياغ هي البديل لكل ذلك وكما قلنا ينبغي أن نلتقي معا بمن حضر ومن يتفق معنا ومن تتوافر لديه الإرادة الواضحة لمواجهة هذه التدخلات الآن هناك عدو مشترك للجميع تقرير أممي لمكافحة الإرهاب حذر من تنظيم داعش وقال بأنه في طريقه للعودة وهو الآن يعيد ترتيب الصفوف نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سلمان موضوع داعش الآن هو متواجد سواء في العراق في سوريا هناك تمدد وتحرك له إلى ليبيا أكثر من عشرة ألاف من مقاتل داعش موجودين بعد دحر التنظيم بالتالي يبدو هذا التهديد المشترك للجميع كيف يمكن لهذه القمة أن تخرج بحلول لمواجهته بكل تأكيد طبعا التعاون المشترك بين الدول العربية خصوصا في الوقت الراهن أنا أعتقد أن الدول كان هناك مواقف متباينة في بعض الدول العربية وربما بسبب بعض التدخلات الخارجية لهذه الدول كالعراق مثلا ولكن أدرك العديد من الدول العربية أن هناك أهمية في التواصل لاتفاقات مشتركة تدعم أمن واستقرار هذه المنطقة بكل تأكيد لأن أي زعزعة لأمن واستقرار المنطقة المجاورة أو الدولة المجاورة له سوف يكون تهديدا مباشرة ولذلك وجدنا ردت فعل الرئيس السيسي في التدخلات التركية في ليبيا وهذا أمر واضح وبالتالي ونحن نعرف أن تركيا أتت بالدواعش والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا الدول العربية لديها استراتيجية معينة وأعتقد أن هناك تحركا عربيا وتنسيقا أمنيا عالي المستوى خصوصا في الفترة الماضية في أهمية أولا المحافظة على أمن واستقرار الدول العربية بمحاربة داعش التي للأسف أصبحت مثل السوس الذي ينخر في الدول ووجدت لها مكانا ترعى فيه خصوصا بعد ما يسمى بالخراب العربي في الفترة الماضية الدكتور مجاهد زياد باقتصار يعني الآن هناك توجه لمقاتلين دواعش إلى ليبيا حسب التقارير الدولية بالتالي موقف مصر من كل هذا كيف يمكن أن تسهم مثل هذه اللقاءات هذا التنسيق بين الدول في محاربة هذا التنظيم واضح أنه حتى بعد عامين من الإعلان عن دحر التنظيم لا يزال أعضاؤه موجودون يعني التنسيق المصري فيما يتعلق مكافة العرهاب يتم على محورين المحور الأول مع مملكة العربية السعودية لأن هناك انتقال لداعش في جنوب اليمن أو في اليمن بصورة أساسية في الفترة الأخيرة وتنظيم القاعدة أيضا والتنسيق مع العراق لأنه ربما كانت أجهزة الأمنية العراقية لديها بعض المعلومات حول الانتعاش الذي يتم لداعش في مراطق متفرقة من هناك وبالتالي من الضروري التنسيق ولعلك تشاهد أن الوفود المصاحبة للرؤساء الذين حضروا القمة كانت على رؤساء الأجهزة الأمنية بما يعني أن الملف الأمني كان أحد الملفات المطروحة والتي ستشهد تنسيقا كبيرا خلال الفترة القادمة شكرا جزيلا لك من القاهرة المستشار في مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد مجاهد زيات شكرا جزيلا لك في اليوم الأول لمؤتمر الحزب الجمهوري ركز المتحدثون على التحذير من المستقبل المظلم لأمريكا حال فوز الديمقراطيين دونالد ترامب مرشح الجمهوريين وصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ أمريكا ولن يفوز بها الديمقراطيون إلا بالتزوير فهل هذه فعلا الانتخابات الأهم في تاريخ أمريكا ولمن؟ استقالة مستشارة ترامب كاليان كونوي هل من أثر لها بعد خروج العديد من العاملين في إدارته سابقا وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالانتخابات وقلة أو انعدام التجمعات الجمهورية هل تكون بمثابة تقييم لأداء الرئيس خلال ولايته الأولى أكثر منها مقارنة بين برنامجين انتخابيين؟ رابطة تقدم تجهة اشتركوا في القناة 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 ومعانات الحياة بصورة طبعية الى طرح رؤية للناخب الامريكي ان الامور تتحسن ان معادل pengص проект اكثر الاستطلعات الرأي تجمع على انه لو جرت الانتخابات الان فسيخسر الرئيس دونالد ترامب الى ماذا يحتاج في الفترة المتبقية القليلة القادمة حتى يكسب هذه الانتخابات برأيك دي المشكلة في طريقة الأبحاث الخاصة بما يعرف باسم استطلاعات الرأي أنها تطرح سؤال إذا الانتخابات عقدت اليوم من تصوت له فالرد بيبقى كذا كذا فالمشكلة أن الانتخابات لن تعقد اليوم فبالتالي يبقى في وجهة نظر مختلفة فهذا أمر في مصلحة ترامب لكن أعتقد أن ما يحتاجه ترامب هو عودة الحياة بصورة طبيعية حتى لو بصورة بطيئة إنهاء حالة الإغلاق العام التي ضررت بمصالح عشرات الملايين وما نسمعه حاليا أنه يضغط على الهيئة الخاصة بالرقابة على الأدوية في أمريكا Food and Drug Administration بالإعلان عن وجود دواء معالج لوباء كورونا ربما تكون تلك العوامل هي دوافع للناخب الأمريكي سأعود معك في هذه النقطة تحديدا لكن أشترك طيفي هنا أستاذ سلمان الشريدة موضوع الآن لا تجمعات ربما مثلما كان مع الحزب الديمقراطي ومؤتمره أكثر الكلمات في الحزب الجمهوري كانت مسجلة فبالتالي ليس هناك جمهور متواجد الوضع هل هو أشبه باستفتاء وتقييم لبرنامج خلال هذه الانتخابات وما يتوقع على برنامج ترامب في ولايته الأولى أكثر منه مقارنة بين أداء رئيسين أو برنامج انتخابي لاثنين أنت ذكرت قبل قليل أن الرئيس ترامب صرح بأنها هي الانتخابات الأهم أنا أعتقد أنها ليست الأهم ولكنها قد تكون في ظروف مختلفة عن جميع الانتخابات السابقة لأن هذا الظرف الاستثناء الذي مر فيه العالم خلال جائحة كورونا حتى مع طريقة الانتخابات والتصويت كان مختلفة بشكل كبير وبالتالي الاستفتاء سوف يكون أيضا وهذا سوف يأثر حتى على طريقة الاستفتاء وطريقة ترشح الرئيس ترامب ولكن إلى اللحظة لا يمكن الحديث أو الإجماع على أن هناك تقدما أو تأخرا للرئيس ترامب ولكن أنا أعتقد أن ما سوف يؤثر بشكل كبير على ترشح الرئيس ترامب لرئاسة جديدة هو أمرين مهمين أتفق مع ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية أنه يعني عودة الحياة إلى طبيعتها وبالتالي سوف يؤثر أو سوف يعني يستثمر بشكل إيجابي للكثير من الأمريكيين من النوع الاقتصادية أيضا وجود لقاح لفايروس كورونا هذا الأمرين مهمين جدا سوف يؤثرهم بشكل كبير وبشكل جذري على ترشح الرئيس الأمريكي ولكن حينما نتحدث عن الأمور الأخرى والانتخاب والملفات الأخرى أنا أعتقد لا يمكن أن نجزم في اللحظة أن هناك تأثيرا إيجابيا لترشح رئيس ترامب أو عدم ترشحه طيب دكتور نبيل موضوع إدارة الغذاء والدواء دكتور ستيفن هان رد وقال لم أرى أي شيء أعتبره دولة عميقة في إدارتي حسب ما وصف ترامب وأنه هناك تعطيل للقاح يعني حتى الآن العالم ليس هناك لقاح لكورونا ولو كان ربما الولايات المتحدة ستبادر لتكون السباقة في هذا المجال يعني في هذا السؤال ليس من تخصوص لأنه لست طبيب لا لأنه هو يتحدث عن دولة عميقة هو تحدث عن دولة عميقة لست وتحدث عن الشأن الصحي يعني وإدارة الغذاء والدواء تقول ليس لدينا هذا الأمر يعني نحن أمريكيون في النهاية أنا فهمت وجهة نظر حضرتك في الحقيقة ده أمر مهم لأن هناك الملايين من أنصار ترامب اللي بيعتقدوا أن هيئة الفود والأغذية والأدوية تعطل لها إنحياز نحو الديمقراطيين وتعطل إصدار دواء أو براءة اختراع دواء لمعالجة كورونا لكن ترامب أيضا يعني ليس في حالة إفلاس في هذا الصدد أولا هو تهم الصين بأنها زرعت الفيروس وأنها أخفت حقائق عنه وبالتالي انتشر دوليا فهذا أمر يستجيب له الملايين من الأمريكيين ثانيا هناك طرق علاج يعني حتى في مصر في تعاون دلوقتي ما بين مصر وروسيا لمحاولة اكتشاف ما أعلنته روسيا عن لقاح لمعالجة كورونا ففي معالجة ثالثا أن معدل الوفيات وطبعا هو أمر مؤسف يعني مثلا حوالي 170 ألف أمريكي توفوا يعني ندعو لهم بالرحمة هو أمر مؤسف لكن عدد الإصابات حوالي 5 مليون يعني في تاريخ الأوباء في العالم عدد الوفيات طيب ربما هذا ما يضغط على الرئيس ترامب ولكن هناك أمر آخر مثلا مستشارة الرئيس كيلين كونوي هي استقالت وستخرج من البيت الأبيض في غضوني أيام فقط زوجها أيضا من الحزب الجمهوري استقال ابنتهما ترشح الديمقراطيين الآن وترشح بايدن مثل هذه الاستقالات وعملية الخروج المتكررة من إدارة الرئيس ترامب هل لها من تأثير؟ هذا سؤال مهم هي لها تأثير في قطاع من الحزب الجمهوري لكن ربما يحاول ترامب أن يستميل أيضا العدد الأكبر من المستقلين وهناك 5 مليون أمريكي تقريبا صواتوا في عام 2016 لمرشح جاري جانسون حاكم ولاية نيو ميكسيكو السابق عن الحزب الليبريتيريان اللي هو بيؤمن بالحرية المطلقة منها مثلا إباحة المخدرات فدي فرصة كبيرة لترامب أن هو يستميل أصوات تلك الكتلة الانتخابية هناك انتقاضات لازعة لعائلة بوش أن الرئيس جورج دابلي بوش لا يساند ترامب بنفس الدرجة التي يساند بها الرئيس السابق باراك أوباما نائبه جو بايدن في حملته للرئاسة فهناك شريحة من الجمهوريين تعارض ترامب جورج بوش أتكد وقع وثيقة أو كان من الداعمين لبايدن أو على الأقل هكذا لم يدعم ترامب في الانتخابات كان واضحا منذ البداية نعم هذا صحيح أتفق معك لكن هناك أيضا مشكلة للديمقراطيين أن هناك أفكار أو جناح يساري قوي هل يستطيع أحد أن يصدق أن أنصار إليزابيس وورين وبرني ساندرز وهم في أقصى اليسار هل يؤيد جو بايدن كاملة؟ نعم باختصار عن موضوع الاستقالات المتكررة من إدارة ترامب هل تعتقد بأنها تحرجه أم أنه أمر صحي وفي النهاية الناخب لا يوم هذا أنا أعتقد أنها سوف تؤثر على الحزب ولكن لا تؤثر على رأي الشعب الأمريكي وبالتالي التأثير لن يكون كبيرا على ترشح رئيس ترامب بشكل كبير لن يكون مؤثرا إلى هذا الحد أو لهذه الدرجة على ترشح رئيس ترامب إلى ولاية جديدة أشكرك الكاتب والبحث السياسي لأستاذ ألمان الشريدة شكرا لحضورك معنا ومن واشنكتون أستاذ العلوم السياسي في جامعة جورج واشنكتون دكتور نبيل ميخايل شكرا جزيلا لك وشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة